اهلا بكم من جديد استقبل الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني بمقر الامانة العامة بمدينة رياض الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالمملكة سعادة السيد خالد الرمحي والوفد المرافق وتم خلال الاجتماع بحث جهود تكثيف العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتعزيز التكامل الاقتصادي وتذليل العقبات والعوائق لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي في دول المجلس لإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الامانة العامة لمجلس التعاون ومجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين في مختلف المجالات الاقتصادية بما في ذلك توحيد الجهود في المحافل الاقليمية والدولية نظم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بي اي بي اف ورشة عمل تدريبية حول اللوائح المصرفية الإسلامية الصادر مؤخرا عن مصرف البحرين المركزي للمصارف الإسلامية وذلك كجزء من جهود المعهد لرفع مستوى الوعي حول الامتثال التنظيمي العاملين في القطاع المصرفي الإسلامي وصلت الوشة الضوء على مجالات مهمة من المتطلبات التنظيمية لمصرف البحرين المركزي مثل الترخيص والأنشطة الخاضعة للرقابة ووظائف التحكم وأكد الدكتور أحمد أسعد المحاضر الرئيس في مركز الدراسات التنويلية الإسلامية بالمعهد على أهمية هذه الورشة في تطوير أداء العاملين في القطاع وذلك من خلال تعزيز ثقافة الالتزام في المؤسسات المصرفية الإسلامية في مملكة البحرين ونتبع الآن أسعار صف الدنار البحرين مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابع النشرة مشاهدين مع إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات اليوم ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث تقدم مؤشر البحرين العام بنسبة 0.1% مقفلا عند مستوى 1539 نقطة وشهدت التداولات اليوم ارتفاع مؤشر قطاعات رئيسية مثل البنوك التجارية والاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 9 ملايين وثلاثمائة واثنتين وثمانين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليونين وستمائة وخمس وثلاثين ألف دينار تم تنفيذها من خلال 151 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى غلاقات باقي البورصات الخليجية حيث شهدت تداولات إيجابية في أغلبها مع صعود أسعار النفط وتوقعات النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصات الخليجية نبدأ القراءة مع السوق المالية السعودية التي ارتفعت بمقدار 0.58% مغفلة عند مستوى 8905 نقاط لواصل ارتفاعه لليوم الثالث على توالي في ظل أداء إيجابي لأغلب القطاعات المدرجة مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت على ارتفاع بنسبة 16 نقطة مئوية تقريبا بإقفال عند مستوى 6767 نقطة وذلك بفضل صعود قطاع التكنولوجيا بشكل رئيسي سوق أبوظابي للأوراق المالية جاهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.09% بإقفال عند مستوى 5026 نقطة بسبب تقدم غالبية مؤشرات البورصة فيما أقفل سوق دبي المالي بإقفال كان الأكبر في إقفالات اليوم بنسبة 1.17% بإقفال عند مستوى 2687 نقطة وسجلت أعلى وطيرة ارتفاع منذ بداية شهر يوليو مرفوعا بالأسهم القيادية بقطاع العقارات أخيرا مع سوق مسقط الأوراق المالية حيث شهدت تراجعا بنسبة 0.29% لتقفل عند مستوى 3812 نقطة وذلك لتراجع غالبية الأسهم القيادية في البورصة العمانية وقع الصندوق السعودي للتنمية ثلاثة اتفاقيات في إطار منحة المملكة العربية السعودية للجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية بلغت 125 مليون جنيه مصري وأكد السفير السعودي لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي أن توقيع صندوق السعودي للتنمية لهذه الاتفاقيات التمويلية الثلاث سيعود نفعها على المستفيدين من مشروعات التمويل الصغيرة والناشئة في عدد من المحافظات المصرية وأعربت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقيات التي يقدم من خلالها الصندوق السعودي للتنمية الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع أعمال الشباب المستثمرين وهما يتيح دورا أكبر للشباب في النمو الاقتصادي كشفت بيانات رسمية تونسية أن إرادات السياحة في تونس قفزت في النصف الأول من العام الجاري 2019 بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبحسب الإرادات فقد صعدت إرادات تونس السياحية في النصف الأول إلى 692 مليون دولار حيث زاد عدد السياح الوافدين على البلاد بنسبة تقارب 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 هذا ويشكل قطاع السياحة في تونس قرابة 8% من الناتج القومي الإجمالي للبلاد نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل مصر تستعد لإطلاق تطبيق جديد تابع لشركة دابسي لخدمات النقل الذكية في البلاد وإلى الأخبار العالمية حيث فرضت واشنطن رسوما جمركية جديدة على بعض منتجات الصلب المستوردة من المكسيك والصين بحجة تقديم هذين البلادين مبلغ دعم غير عادلة لصناعتها ويأتي ذلك بعد شهرين من موفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إلغاء رسوم على صلب والألمنيوم المستورد من المكسيك وكندا عقب التوصل إلى اتفاقية تجارة المعدلة لأمريكا الشمالية ولكن ترى وزارة التجارة الأمريكية الآن أن منتجات الصلب المستوردة لاستخدامات البناء تستفيد من دعم حكومي في الصين والمكسيك وكندا بينما في حالة كندا فإن مبلغ الدعم ضئيل ولذا لم تفرض رسوما على منتجاتها بدأ دويشة بنك أكبر مصرف في ألمانيا تنفيذ واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة في بنك استثماري منذ توابع الأزمة المالية العالمية والتي تتضمن خفض 18 ألف وظيفة عالميا باستبعاد أطقم كاملة من عملياته في آسيا وأعلن البنك خفض الوظائف في إطار خطة إعادة هيكلة ستصل تكلفتها في النهاية إلى 7.4 مليار يورو لغاية عام 2022 وفي إطار خطة الإصلاح سيتخلى البنك عن أنشطته للأسهم العالمية وسيقلص بعض العمليات في خدمات الدخل الثابت وهو مجال أعتيد على اعتباره إحدى أكبر قوات البنك أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية أنها تواجه غرامة لم يسبق لها مثيل في تاريخها قدرها 183 مليون جنيه استرليني من قبل هيئة تنظيم البيانات في المملكة المتحدة وذلك بعد اختراق أنظمتها الأمنية خلال العام الماضي وقال رئيس شركة الخطوط الجوية البريطانية أليكس كروز إن شركة الطيران شعرت بخيبة أمل كبيرة نتيجة النتائج الأولية الصادرة وأعلن كروز أن الشركة استجابت بسرعة بعد وقوع هذا الحادث وسرقة بيانات الزبائن إلا أنها لم تجد أي دليلين على وجود أي نشاط احتيالي ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وسعر النفط المعادن الرئيسية اشتركوا في القناة أعلنت شركة مصرية خاصة أنها تستعد لدخول سوق خدمات النقل التشاركي الذكي خلال أسابيع قليلة على غرار أوبر وكريم وستضم هذه الشركة إلى سوق النقل الذكي في مصر كمنافس قوي جديد لأشهر شركتين عالميتين حاليا أوبر وكريم حيث تستعد دابسي لإصدار تطبيقها الذكية الخاص بخدماتها معلنة أن سياراتها ستزود بشبكات انترنت مجاني واي فاي إلى جانب كاميرا لمراقبة سلوكيات الكابتن والعميل إضافة إلى توفير تأمينات اجتماعية وطبية للعملين وأخرى على الحياة حالى وقوع حوالث أو إصابات مع تحمل تكلفة إصلاح السيارة